السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا كلكم بخير شباب جولة سنوي هنتكلم النهاردة على فيديو او حل الهومورك بتاع شابتر 2 لسون 1 يونت 3 اللي هو كان بيخص بتاعة الاسد اللي هو كان اشهرهم تلاتة سيريز طبعا الفرق بين الاسد والبيز وهنبدأ باول سؤال صديم هيدروكسايد لو فتكر انا وانت اللي هو ان ايه واتش فبالتالي احنا بنتكلم على بيز طيب بيقول لي بيطلع اعتقد اعتقد دي من خواص الاسد مش من خواص البيز اتس ايكو السيليوشن هذا سليباري فيل لما نحطه في مياه هيكون عنده سليباري فيل لو تفتكر السوديم هيدروكسايد كان مكون رئيسي في السوب اللي هو الصابون غير كده وكده اغلب البيز اتفقنا انا وانت ان هم عندهم سليباري فيل فده من ضمن الفروبيرتز بتاعة البيز وده كلام صح تعال نشوفه اللي بعده اترن زا كالر افليتماس فروم بيربل تو ريد لأ ريد يا مستر بتاعة الاسد واحنا بنتكلم على بيز طب لاو بيز يبقى بلو بتتفاعل مع المنجنيز المنجنيز ده اللي هو يعتبر اكتف ميتل والله يا مستر الاكتف ميتل لما بتتفاعل مع الاسد اتفقنا ان هي بتطلع سولت وهيجن فمعنى كده مستر ان الهايجن بيطلع من تفاعل الاكتف ميتل زي المنجنيز مش مع البيز احنا بنتكلم هنا على بيز مش على اسد فبالتالي الكلام ده برضو غلط يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح يا مستر هي الاجابة بي طب لو انا كنت شاكك لو انا ناسي روح اعمل تفاعل الامي جي مع الاني او اتش شوف ايه اللي هيطلع اتفقنا ان الامي جي بوستف والاني اي بوستف وان الو اتش نيجاتف فالامي جي عنده فرصة هياخد حد من الاتنين اللي هنا هياخد البوستف ولا ااخد النيجاتف لو تفتكر لا مستر اكيد هياخد النيجاتف فبالتالي هيكون الامي جي لما هياخد الو اتش هيكون امي جي او اتش باي تو طب ليه باي تو عشان الامي جي تو بوستف والو اتش وان نيجاتف زائد الان اي متل تمام وده هيرجع لحاجة انا وانت بعد كده هناخدها حاجة اسمها الكترو كيميكال سيريوس ازا كان الامي جي هيعرف يعمل الرياكشن دي ولا مش اعرف بس لو انت ما عندكش اي معلومة فانا والله يا مستر عملت الرياكشن ايه اللي طلع عندي؟ مانجانيز هيدروكسايد صوديم فيه هايجن مفيش هايجن يبقى الكلام ده برضو غلط يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح هي بي لما روح اجيب البيكينج صودا وافعلها مع السالفيوريك اسد اللي هو اتش تو اس او فور لو تفتكر البيكينج صودا دي قلتلك اللي بنجيبها من عند العطار اللي هي كان بيبقى اسمها صوديم باي كربونات تمام؟ اللي هي اللي هما بيقول عليها يعني بالعربي بوكربونات السوديم اللي هي ايه اتش سي او سري بصر التفاعل بسيط جدا كوكو الورايبين مع بعض والبعاد مع بعض فلما الورايبين يبقوا مع بعض هنطلع ايه تو اس او فور والاتش مع الاتش سي او سري بنطلع اتش تو سي او سري اتفقنا اتش وتلاتة او انفجار بنتقسم الاتش تو او اللي بقى فهتقسم الاتش تو او واللي هيكون من بقى يخطي اتش وواحدة او فبقى سي او تو جاز اللي هو الكاربون دايكسايد يبقى في حال التفاعل السيلفيوريك اسد مع البيكينج صودة اللي هي صودين بايكاربونات الجاز اللي بيطلع او البابلز اللي بتطلع عندي هي البابلز بتاعت الكاربون دايكسايد جاز مستر اللي اتنين بيكونوا صولبل بايكس بيكونوا صولبل بتاعتش ينو سوالسالين Grö Varumios السوالي غذا مستر السوال مستر اللي اتنين بيكونوا صولبل يبقى الاخد و الناس بيكونوا صولبل شهو الثموز بيكونوا صولبل يعني جابه سي سؤال صحيح لكبين كالسيوم ريكتوز دايكسايد لحضر بالهضر كالسيوم راكتوز دي لوتيد هيدروكوريك سبو رأيكسايد من جاز وواي which is sparingly soluble in water and lighter than air تعالى نشوف مين جاز y كالسيوم اللي هو السي ايه بيقول لي بيتفاعل مع الهايدروكلوريك اسد اللي هو اتش سي ال عشان يطلع جاز اسمه اكس طيب انا وانت والله هامستر اللي نعرفه ان الكالسيوم بيكون بوستف والاتش بوستف والسي الى نيجاتف الكالسيوم عند اوبشن ياخد حد من الاتنين ياخد مين الاتش ولا السي ال ياخد السي ال فبالتالي هيكون سي ايه سي ال تو زائد اوعى تنسى ان انا عندي هايجن طب ومستر الهايجن دايتوميك فهنكتب تحته تو اتنين اتش واتنين سي ال فهضطر انا وانت هنا نحط تو يبقى جاز اكس اللي هو بيتكلم عليه ده هو الهايجن من قبل ما اعرف انا وانت اي حاجة فاحنا استبعدنا الاجابة بي والاجابة دي بسبب ان هو بيقول لي كلورين جاز بس الحقيقة انا عندي هايجن طيب الهايجن جاز ازاي نعمله كوليكتينج هو مديني تلت طرق الطريقة رقم واحد والطريقة رقم اتنين والطريقة رقم تلابا تعال اتكلم انا وانت عالطريقة رقم اتنين الراجل بيقول لي اخف من الهوى الحاجة لما يكون اخف من الهوى يبقى مين اللي فوق الهوى ولا الحاجة قال لي لا مستر دايما التقيل يكون تحت والخفيف يكون فوق فمعنى كده ان الهايجن اخف من الهوى يبقى الهوى تقيل يكون تحت والهايجن فوق حلو فاحنا لو هنجمعه بالطريقة رقم اتنين الهايجين هيدخل من هنا فالهايجين هيجي ينزل ايه اللي موجود في التيوب دي التيوب فاضي يبقى فيها هوى فمعنى كده يا مستر لما يكون هنا عندي اير ايه اللي هيحصل قال لي اللي هيحصل والله يا مستر ان الهايجين هينزل بس غصبا عنه هيطلع لفوق ليه هيطلع لفوق عشان الهوى هيكون موجود تحت والهايجين يكون موجود فوقه فايه اللي يحصل كده كده الهايجن يا مستر هيسكيب او هيخرج من الفتحات اللي موجودة طب تعالى بص على الهايجن يدخل من هنا ويطلع ايه موجود هنا يا مستر قال لي اللي موجود هنا اير طب بقول لك ايه طالما اللي موجود هنا اير ايه اللي يحصل ال اير هينزل لتحت عشان ال اير تقيل والهايجن يكون فوق يبقى مين يا مستر اللي هيكون فوق الهايجن ومين يكون تحت ال اير يبقى ال اير هيكون هنا زي هنا برضو القير موجود تحت فالقير هيكون موجود تحت وهنا الهيجن فوق بس خلي بالك ان انا قلبتها خليتها مقفولة من فوق ليه عشان اعرف اجم معنا وانت الهيجن هنا يبقى الطريقة رقم تلاتة تنفع لتجميع الهيجن طب الطريقة رقم واحد تنفع لو تفتكر الطريقة دي كنت شرحتها لك في الفيديو اللي فات او اللي قبله كنا بنقول ان هي اسمها كانت ايه داون وورد ديس بلايسمينت اوفوتر دي يا مستر كنا ندخل الهيجن جوه المية بس عشان الهيجن بيقول لي يعني ما بيتفعلش مع المية وكمان اخف من المية فإن اللي يحصل يمشي جوه المية عشان هو اخف منها ومش هيتفعل معها ويطلع يتجمع فوق المية فالهيجن يتجمع هنا ودي طريقة جمع بيها الهيجن صح يبقى الطريقة رقم اتنين ما تنفعش لكن واحد وثلاثة ينفعوا يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة سي لو تفتكر كان بيقول الاسد لازم يكون فيه اتش وبيطلع اتش فوالله يا مستر اتش اف انووتر لما اجيب الاتش اف واحطه في المية فالاتش اف والله يا مستر عنده اتش وهلعيب يطلع اتش فمعنى كان الراجل ده اتش اتش سيل اكيد يا مستر قال لي والله عنده اتش وهيطلع اتش اتش افور لو حطيته في مية هيتحول تعال اعمل لك الرياكشن اتش افور تو نيجاتيف زائد الووتر الراجل ده مستر هيتحول ل اتش افور تو نيجاتيف زائد الاتش البوسطف ولو حابب تكتب اتش سري وبوسطف هو صح برضو يقولنا الاتنين دول هما نفس الحاجة فبالتالي يا مستر الراجل ده برضو عنده اتش وبيطلع اتش في اسد الايدين الايدين الايفكت بتاعه اسدك بس هل الايدين ينفع اقول ان هو اسد بطريقة ايرينيس لا طب لي يا مستر قال لي عشان هو ما بيملكش اتش فبالتالي يا مستر الراجل ده الوحيد اللي ماينفعش نقول عليه اسد بطريقة ايرينيس عشان تقول ان اللي قدامك ده اسد لازم يكون عنده اتش دي طريقة ايرينيس لوحده فبالتالي لو انت عايز تقول الناس دي كلها اسد لازم كلهم يكون عندهم اتشات فدول كلهم عندهم اتشات فهم كلهم اسد مين الوحيد اللي ما عندوش H اخر واحد فده ما ينفعش نقول ان هو Arrhenius Acid Adding HCL to Pure Water Results لو جبت ال HCL حطيتو في ال Water فال HCL Water هي عسا ما شاء ما حتش تخانق معايا هيتحول H positive و CL negative اللي حصل قدامك ان ال H او ال HCL بيطلع H positive طب فاتفعنا According to Arrhenius Theory لو تفتكر كنا بنقول والله يا مستر ان انت تحط اسد في المية ده بيقدي لزيادة concentration ال H يعني انا لو عندي دلوقتي المية كنا قلنا الكلام ده المية كمية ال H والOH فيها متساوية فبديهيا لما حط فيها اسد الاسد بيطلع H يعني معنى كده ال Hات بتاعت المية بتزيد والOH بيقل قال لي بص عشان اكون صريح معاك هو ما بيقلش هو بيكون ثابت بس هو دلوقتي بقى قليل بالنسبة لل H يعني بقى اقلم بالنسبة لنا اللي هو المفروض كان مثلا بيمثل خمسين في المية من الجزء اللي يعني الكوباية دي كمية ال OH اللي جوه كانت خمسين وكمية ال H خمسين لما حضركك حطيت Hات فالHات بدأت تزيد فبقيت سبعين تمانين مثلا فالOH هيبدأ يقل بقى مثلا تلاتين عشرين هو كمية ال OH سبتة بس زيادة ال Hات هي اللي حسيتك ان ال OH أقل هما والاتنين هما جنب بعض انت مش حاس بفرق وده اللي بيحصل فعلا واحد بيزيد فانت بتحس ان التاني بيقل عشان هو ثابت بس التاني عشان بيزيد فتحس ان هو بيقل فده اللي بيحصل انها لما حط H بوصدف في المية ال Hات بتزيد فانت بتحس ان ال Hات بتزيد وفي نفس الوقت بتحس ان ال OH بيقل فبالتالي Increasing concentration post H and OH كلام ده غير حقيق Increases concentration H بوصدف صح and decreases Z of OH negative برضو صح يبقى الاجابة هنا هتكون B Decreasing concentration post لأ Decreasing concentration H لأ طبعا يا مستر قال ال Concentration HA يبقى الاجابة كانت B Which of the following represent reaction H to S is H بوصدف عين دونر ثانية انت بتتكلم على الدونر يبقى انت بتتكلم على نظرية pronosted and lori pronosted and lori قالوا ان ال acid donates H بوصدف والباز donates accept H بوصدف في حد سهل قبل كده ليه ال H اسمها بروتون ال H اسمها بروتون يا جدعان او ال H بوصدف اسمها بروتون عشان ال H او ال hydrogen لما نيجي نتكلم على ال H atom او ال hydrogen atom فهي بتتكون من الهيجن واحد لما الهيجن بتعمل lose electron تمام فبتتحول ل H بوصدف صح؟ ليه؟ عشان بيبقى ما فيش حاجة قال لي طب ممكن اتكلم معاك بطريقة تانية ايه هي الطريقة التانية؟ لو عايز اتكلم معاك فين الالم يا شباب اهو لو عايز اتكلم على حاجة اسمها number proton و number electron و total charge ال H عندها proton واحد و electron واحد ده الطبيعي بتاعها ف total charge بتاعتها هنا ب zero لكن لما ال H تعمل lose الالكترون فبالتالي number proton زي ما هو ثابت واحد number الالكترون بقى ب zero عشان انا خسرته ف total charge واحد زائد zero يطلع post of one عشان كان اللي تشارج اللي على ال H بتكون post of one طب ايه اللي يخلي ال H تخسر الالكترون؟ عشان losing الالكترون في حالة ال H هو اللي اسهل؟ او طبعا ال H عندها ال option التاني انها تعمل sharing الالكترون بتاعها مع H تانية ويتحولوا ال H two المهم ان انا في الالكترون اللي موجود قدامي هنا ان ال H بوستف عندها proton واحد عشان كده هي الوحيدة اللي في الperiodic table لما بتخسر الالكترون بتاعها ممكن نقول عليها proton ليه؟ ما هي مفيش حاجة الاتوم دلوقتي ما فيهاش اي حاجة في الدنيا غير proton واحد بس فعشان كده احنا ساعات نقول علي ال H البوستف ايه؟ proton اي losing electron تاني لما بيحصل فانا لما بيحصل عندي lose electron في حالات تانية زي اللي اسيان مثلا اللي هو بعضه على طول هلوز الكترون بس انا عندي ثلاثة فانا معنا كان انا مخسر واحد يبقى بايا معاه اتنين الكترون ففيه الكترون وفيه proton لكن هنا في حالة ال H لما بتخسر الالكترون ما بيكونش فاضل حاجة عندها غير proton proton واحد فعشان كده ال H البوستف ساعات بنقول عليها proton وده اوقات كتير يعني تعالي نقول H بوستر وساعات تلاقينا نقول عليها proton المهم عايزين بقى دلوقتي نشوف نظر ايه البروانس الدولوري تعالي نشوف ال H تو اس نمسكه ونروح نشوف انا وانتا النحة التانية حصل في ايه؟ ادي ال H و ال S وصلهم ببعض عشان ما تطلق بطش والله مستر كان عندي اتنين H بقواهم واحدة يبقى ال H حصل في ايه؟ decreases طيب هنا تعالي مسك الراجل اللي جنبه CH3NH2 بقى CH3C او CH3CNH3 والله يا مستر عدد ال Hات اللي انا شايفه هنا increases طب معنى ان ال H زادت هنا وال H قالت يبقى ايه اللي حصل؟ مش ال H قالت وهنا ال H زادت يبقى ال H خرجت من ال H2S لل CH3NH2 يبقى ده يا مستر اتجاه losing ال H تمام؟ ده يعني لو انت ابيض خالص بس هو موضوع باين يعني بس انا بقولك اللي هو ايه؟ طرق الحل بكل بساطة والله هنا ال H قالت هنا زادت يبقى ال H بتمشي من المكان اللي بيقل للمكان اللي بيزيد يبقى الراجل ده ال H طلعت من عنده يبقى ال H2S donates واللي بيدوناتس عندنا هو اللي بيكون اسمه acid طيب وهنا ال H زادت يبقى الراجل ده اكسبتس واللي بي اكسبتس عندنا بيكون اسمه بيز فانا وانت عرفنا ال acid والبايز اللي اقول عليه acid هنا النحية التانية نقول عليه conjugate العكس يبقى الراجل ده conjugate base واللي اقول عليه base هنا اقول عليه النحية التانية conjugate العكس يبقى ده conjugate acid وتعال انا وانت ونشوف الراجل ده ايه اللي تكون والله يمسطر هنا H2S is H postive iron donor while CH3 is H postive iron acceptor صح فعلا ال H2S هو برع بال H postive while in CH3 in H2 iron acceptor كلام جميل بقى لجابة دي صح الحد دلوقتي CH3 in H2 iron donor لأ ده acceptor post H2S and CH3 iron donor لأ post الاثنين iron acceptor لأ يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح هي الاجابة A ليه بنقول conjugate base قال لي بص يعني ما علينا بس عمتا ال base بيكون او ما علينا مش وقته خلينا نتكلم ايه فيها وقت تاني انزل reaction HCL زائد H2O يديني H3 postive زائد CL negative واحنا اتكلمنا طبعا الكونجروجيت ال base وكونجروجيت الاسد في الحصة بتاعت الشرح باستفادة يعني بس هو عمتا اللي بيتقول عليه اسد هنا تقول عليه كونجروجيت base النحة التانية في reaction دي which statement is happened in this reaction يعني بيقول لي اه اه بتاع فتاع نشوف الليلة بتاعتنا دي والله يا مستر A دي ال HCL اللي تحولت النحة التانية بقت ال H2O تحولت وبقت ال H3O يبقى عند ال HCL ال H hat decreases عند ال H2O ال H hat increases يبقى ال H بتمشي بالمكان اللي بيقل للمكان اللي بيزيد يبقى معنى كده ان ده اتجاه losing ال H فاللي بيخسر ال H او بيعمل donate بنقول عليه اسد ودي مكانتش محتاجة فقط ان انا اقول على ال HCLS تمام؟ وال H2O هو بالتالي ال base طيب تعال نشوف الكلام ده كلام غير صحيح كلام غير صحيح كلام غير صحيح كلام صحيح الواتر اخدت H من ال HCL ايوه كلام غير صحيح الحاجة اللي حصلت قدامنا ان ال H والله يا مستر طلعت من ال HCL راحت لل H2O يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة C the conjugate pays of the pays the conjugate acid of the pays عايز conjugate الاسد عمتاً conjugate الاسد و conjugate ال pays اجدعان فاللعب دايماً only one protein احنا بنتكلم على protein واحد يعني ايه يا مستر يعني انت دلوقتي بتقول لي انا عايز conjugate الاسد بتاع ال pays اللي موجود قدامي فده pays تعال ناخده برا H A S O 4 2 negative ده pays انا عايز conjugate الاسد conjugate الاسد بيتكون لما ال pays ياخد ال H فانا مضطر ادي للراجل ده H positive تمام؟ فلما ادي للراجل ده H positive هيتحول ويبقى H 2 A S O 4 في مشكلة؟ لا بس خلي بالك من حاجة ان اللي تشارج هنا كانت كام 2 negative انت اديتني 1 Poster يعني انا عندي 2 negative دلوقتي انت زودت علي واحدة 1 Poster يبقى انا والله عشان زودت واحدة Poster اجمع الاتنين تشارج تبقى negative 1 يبقى طول ما انت بتزود Poster انت بتقلل ال negative هما كانوا negative 2 حطيت negative او حطيت Poster 1 فييبقى ايه negative 1 طب لو حطيت Poster 1 كمان تبقى zero طب Poster 1 كمان يبقى Poster 1 طب Poster 1 كمان تبقى Poster 2 يبقى انا بزود تمام؟ فبالتالي اللي تشارج بتاعت الحاجة اللي قدامي دي هتكون 1 negative ويبقى اللي موجود قدامي انا وانت هو ده Conjugate الاسد يبقى Conjugate الاسد تعريفه كان بيقولك ايه؟ هي الحاجة اللي بتتكون بعد لما البيز ياخد ال H فانا هاجي للبيز واديله ال H واشوف ايه اللي تكون تكون عندي H 2 SO 4 1 negative طب ليه 1 negative؟ 1 negative بسبب ان دي 2 negative وأنا اديتها واحدة Poster طب يبقى اللي جابة هتكون اللي جابة دي What is the conjugate base of the acid H 2 B O 3 negative؟ عايز Conjugate البيز بتاع الاسد يبقى ده acid H 2 B O 3 1 negative مستر Conjugate الاسد بيتكون امتى Conjugate الاسد ده Conjugate البيز اصدقى ده acid وعايز Conjugate البيز الاسد يا مستر الكونجوجات بتاعه بيتكون بعد لما الاسد يخسر يبقى انا مضطر امشي H من الراجل ده فلما تمشي H فهم هيبقوا بدل ما اتنين يبقوا واحدة فهيبقى H B O 3 بس خد بالك طبعا زائد H بوسطف خد بالك من حاجة انا دلوقتي انا وانت اللي احنا عملناه ان احنا مشينا واحدة بوسطف يبقى البوسطف قل يبقى والله يا مستر لما بلوز واحدة بوسطف المفروض النيجاتيف يزيد انا نيجاتيف وان هبقى نيجاتيف تو تمام؟ يبقى معنى كان الحاجة اللي عندي هتكون H B O 3 نيجاتيف اللي هي هتكون الاجابة دي سي تمام؟ A B C دي سي مش دي ها؟ يعني مكتوب هنا دي لا هي سي يبقى يا مستر لوزنج اتش بوسطف لما اخسر واحدة اتش بوسطف معناها انكريزنج ان نيجاتيف والانكريزنج ادي اللوزنج يعني انا خسرت واحدة اتش بوسطف يبقى انا هبقى وان نيجاتيف يعني اه جين اتش بوسطف تعالى نتكلم دايما على النيجاتيف دي كريزيس النيجاتيف عشان نسبت حاجة عشان ما تطلق بطش يبقى والله يا مستر لو خسرت اتش بوسطف فالنيجاتيف بتاعي زيد عشان انا بخسر بوسطف والله لما البوسطف يمشي يبقى النيجاتيف زاد طب يا مستر لو اخدت بوسطف يبقى النيجاتيف يقل تمام؟ عشان انت لو فاكر انا وانت لسه كنا كاتبين بروتون والكترون وتوتال تشارج صح؟ او نيت تشارج يعني لما بنجمعهم على بعض والله يا مستر متساويين تبقى بزيرو والله يا مستر النيجاتيف تبقى بوسطف 1 والله يا مستر النيجاتيف اكبر من البوسطف تبقى بالنيجاتيف تمام؟ طول ما انا وانت بنعمل لحاجات بوسطف بس هنا بقى ايه؟ لما نجي نجمعهم مش عليك للأسف ان انا ممكن ادخلك بقى في حتة تجميع اللي تشارج ان انت تقول لي بوسطف 1 زائد اللي تشارجات نيجاتيف 2 تايم السري بتساوي كم؟ وتطلع اللي تشارج دي بس ها مش عليك انا ادتها لك مرة في الحصة بتاعت الكل لايز بس انا مش هقولها لك تاني خلاص الكلام ده هناخده انا وانت في تانية سنوي ازاي نحسب اللي تشارج بتاعتنا؟ فبالتالي لو خسرت واحدة بوسطف فده معناها ان النيجاتيف بيزيد واحد لو جين واحدة بوسطف او اتش بوسطف يبقى ده معناها ان النيجاتيف بيقل واحد واكتب النود دي قدامك زا كونجوجيت بيزوف اتشانول عايز كونجوجيت البيز يبقى معنا كان الاسانول ده اسد فالاسد بيلوز اتش يبقى الراجل ده يلوز اتش يتحول سي تو اتش فايف او اخسر يا مستر منين؟ اخسر من خمس اتشات دول؟ والله اخسر من اله اللي فالاخر لا دايمان بنخسر من اله اللي يبقى اللوز دايما بيكون من اله، بسبب ايه قال لي بسبب ان اللي ايه احنا بنعرفش نعملها اللي هنخد الكلام دا في الارجانيك في تالتة سنة والب cornyب اذن الله فالمهم ان انا ونتوا هنخسر اللي اتش اللي هنا واتفقنا لما نخسر اتش يبقى والله يا مستر خسرت häحدة يبقى اللي تشارج هتكون نيجاتيف طب ما هنا اللي تشارج كان بزيرو انا خسرت واحدة بوسطف يبقى نيجاتف طب خسرت واحدة إتش بوسطف كمان يبقى نيجاتف 2 طب جين واحدة بوسطف يبقى هاتشيل واحدة من اللي تشارج يبقى والله يا مستر قادي كونجوجيت البيز اللي هي تكون الاجابة C ايه ده يا مستر قال لي انا هنا قال لي ما هو هنا قسمه وقادي اله تمام يبقى هو بدل ما يكتب على طول سي تو اتش فايف او نيجاتف لا هو قسم السي تو دي اتنين سي سي و سي وكتب السي دي معها اتش سري والسي دي معها اتش تو و او نيجاتف ليه قال لي عشان ده بيرجع لحاجة اسمها استراكشرا الفورملا يعني ان المفروض دي قصة رسم كده وان السي بيطلع منها اربع بوند وحكاية كده ومش عارف ايه بتاعه فالقصة دي مش علي ان انا عرف ان هي سي اتش سري سي اتش تو ومهم ان انا والله يا مستر مجموع دول هما سي تو اتش فايف او نيجاتف يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة سي السؤال اللي بعدك يا شباب نمبر تويلف اكسبت هي الاسد اللي بتعرف تعمل دونيتز اتش صح يبقى والله يا مستر في اتفاق كبير ما بين نظرية برونستد و لوري ونظرية ايرينيس في حوار الاتش ايرينيس بيقول الاسد عشان يكون اسد لازم يكون عنده اتش نفس الكلام برونستد و لوري قالوه بس بطريقة غير مباشرة كلنا استنتجنا الطريقة بتاعتهم ان الاسد لازم يعمل دونيتز للاتش يبقى بالتالي اي اسد في الدنيا لازم يكون عنده اتش عشان تقول عليه ايرينيس اسد فلازم يكون عنده اتش عشان تقول برونستد و لوري اسد لازم يكون عنده اتش عشان يارف يعمل بيها دونيتز يبقى بالتالي أي برونستدلوري أسد لازم يكون عنده H عشان يعرف يعمل لها دونيت تعال نبص على الراجل ده الراجل ده مستر HSO3 نيجاتف الراجل ده عنده H هنا هي H بوسطف كمان اللي موجودة في الأول فيقدر يعمل لها لوز ويتحول هات HSO3 ده نيجاتف يتحول يا مستر لما تخسر ال H هيبقى SO3 قال لي خسرت H بوسطف يبقى زود واحدة في النيجاتف بدل نيجاتف 1 تبقى نيجاتف 2 زاد H بوسطف فهي ده يمشي أسد N H4 يا مستر بوسطف عندها H هات تقدر تخسرها آه يا مستر قال لي والله هتتحول لن H3 و H بوسطف خسرت واحدة H يبقى والله يا مستر هحط واحدة نيجاتف يبقى نيجاتف 1 وبوسطف 1 يتيلوا مع بعض فتبقى بزيروا طب HCO3 HCO3 تقدر يا مستر تطلع HCO3 تقدر تطلع منها H بوسطف هيبقى عندك CO3 خسرت واحدة بوسطف يبقى معنا كده يا مستر هزود واحدة نيجاتف نيجاتف 1 ونيجاتف 1 كمان تبقى نيجاتف 2 وانا وانت عارفين ان CO3 بنيجاتف 2 فالكلام ده اثباته موجود يبقى ده أسد وده أسد وده أسد طب ده ايه أخبار يا مستر قال لي طب ما ده عنده 3 اتشات قال لي بس 3 اتشات اللي هنا كانت تي لوز ليه قال لي ده المفروض اسمه أسد وكتبته لك قبل كده قلت لك احفظه HCOH والله يا مستر الراجل ده عنده H هنا بس والله لما هيجي يخسر هيتحول يبقى HCOO نيجاتف زائد H بوسطف انا مديك في الليتشوز ده انا مش مديك كل ده شيل شيل يا مستر كل الكلام ده انا مديك الراجل المحترم اللي هنا الراجل المحترم اللي موجود قدامك ده عنده H ما عندهش H طالما هو ما عندهش H يبقى الراجل ده ما يعرفش يخص طب ما التلات اتشات قال لي التلات اتشات اللي هنا كانت بي لوز وده بسبب ان ده organic compound وهنعرف انا وانت الكلام ده بعدين بس المهم ان ال H اللي الاسيتك أسد بيقدر يخسرها هي ال H اللي بتكون موجودة هنا وهي مش موجودة أصلا فبالتالي الراجل ده ما عندهش H يخسرها فاللي ما عندهش H يعرف يبرع بيها ما يكونش برانستدلوري أسد يبقى الإجابة بتاعتي هتكون الإجابة ايه سأل بعدك يا شباب بيقول لي which of the following act as an acid and as a base according to برانستدولوري act as an acid يبقى لازم يكون عنده H act as an base يبقى لازم يا مستر يعرف ياخد H بوسته فتعالا نشوف طيب الراجل المحترم اللي موجود هنا ده قال لي عنده الراجل ده يا مستر والله راجل محترم جدا وعنده H يقدر يطلعها طيب تعالي نبص على الراجل اللي اسمه O H قال لي والله يا مستر ال O H ده يقدر ياخد H ال H N O 3 يقدر ياخد H ال H 2 B O 4 قال لي ال H 2 B O 4 قال لي الراجل ده تعالي ناخده برة ونتكلم معي H 2 B O 4 نيجاتف تمام؟ أنا علي أشارة نيجاتف ها اللي عليه أشارة نيجاتف بيعرف ياخد H بوسته فأنا قدر أديله H بوسته فوالله يا مستر يتحول وال H تزيد فيبقى H 3 B O 4 حيل والله يا مستر 1 بوسته 1 نيجاتف طالما باخد H يبقى يقلل لي واحدة من النيجاتف فيمعنى كان اللي تشارج زيرو طب تعالي H 2 B O 4 الراجل ده عنده H يخسرها آه عنده 2 H يقدر يخسر منهم فممكن يتحول ويبقى H B O 4 هو نيجاتف ها H B O 4 زاد H بوسته طالما خسرت H يبقى زود واحدة عن نيجاتف نيجاتف على نيجاتف تبقى نيجاتف 2 يبقى الراجل اللي موجود قدامي هنا ده الإجابة اللي فوق الراجل ده أخد H فمعنى كان هو هنا بيز في الإجابة اللي تحته هو طلع H يبقى معنى كان هو أسد يبقى الراجل ده كان أكت أزان أسد طب تعالي نشوف الإجابة الأولانية C O O H الراجل ده يعرف يطلع لي ال H البوسته ويتحول C O O طيب بس هل الراجل ده ينفع ياخد H مفيش مكان يعني هو ده الكمباوند كامل هو اللي تشارج اللي عليه بكامب زيرو فمعنى كان الراجل ده ما يعرفش أصلا ياخد H آخره يطلع H طب ده إنه أي حاجة يا مستر تعرف تاخد H فمعنى كده إن ال N O S R تقدر تديها H بوسته وتتحول وتكون H N O S R فمعنى كده إن ده ينفع تكون بيز بس هل ال N O S R عندها H تخسرها لا طيب ال O H نيجاتي نقدر نديها ال H بوسته وتتحول تبقى H to O فبالتالي ده كده يا مستر ينفع تكون بيز بس هل ال O H عندها O H أو H تخسرها آه يا مستر ما عندها H آه بس ال H بتاعت ال O H محدش بيخسرها يعني دي على بعض حاجة واحدة ال O H دي بتتعامل معاملة واحدة متقدرش تخسر منها H يبقى بالتالي يا مستر مش هينفع هخسر منها H يبقى هي آخرة هتاخد H يبقى اللي ينفع دلوقتي أنا وإنت نخسر منه H أهو فينفع يكون أسد وفي نفس الوقت ينفع ياخد H فيكون بيز هو الراجل الوحيد اللي موجود هنا عامة عشان أقدر أقول إن اللي قدامي أسد من غير حاجة لازم يكون عنده H فبالتالي الإجابة إيه تنفع والإجابة C تنفع وممكن أنا وإنت نتكلم في الإجابة دي بس ماشي يعني فكده كده الإجابة بيه مستبعد عشان الراجل ما عندوش H لما نيجي نتكلم على الإجابة إيه الراجل ده ينفع ياخد H فهل هو نيجاتيب قال لي اللي ينفع ياخد H هو حاجات نيجاتيب ده نيجاتيب لا طب ده نيجاتيب آه طب ده نيجاتيب آه تمام فبالتالي الراجل ده إحنا استبعدناه عشان هو مش هيرف يعمل لإيه وأصلا أصلا ده أسيتك أسد ده أسد فما فيش أسد بيجين H فده دونيتس بس تمام فبالتالي الإجابة هنا تكون الإجابة C تمام مش لازم طبعا النيجاتيب بس هما اللي ياخدوا دايما Hات لأ فيه ناس بتاخد يا مستر Hات زي الان H سري هي بتاخد H والH بتاخد H برضو تمام عايز الاسد والبيز بس البيز تاني حاجة والكونجوجيات الأول يعني أنا وإنت هنبص على الجزء التاني الأول تمام الراجل ده أنا عايزه والله يا مستر هنا يكون بيز الراجل ده بيز قال لي النيتش سري معرفش تعال نبص إيه اللي حصل النيتش سري تحولت بات النيتش فور فدي اكسبت فمعنى كان دي بيز معنى كده يا مستر ان دي كونجوجيت أسد وده بيحقق الكلام اللي هو بيقول بس خلي بالك ان احنا الإجابة بتاعتنا دازنت فده صح قال لي ده ليه بيز عشان النيتش سري تحولت النيتش فور فالنيتش سري اخدت وان يبقى كونجوجيت أسد تعال اتش تو او تحولت بات معنى كان النيتش اتزادت يبقى اللي بيزيد بيأكسبت فده بيز فبالتالي ده كونجوجيت أسد فالإجابة دي برضو يعني هي غلط تمام؟ عشان احنا عايزين دازنت والله اتحولت وبيت فمعنى كان هي أخدت فدي فبالتالي ده كونجوجيت أسد تعال بص هنا تحولت وبيت اللي تشت قلت لما يبقى يبقى معنى كان ده أسد فبالتالي ده كده يبقى اللي جابة دي كلهم وكونجوجيت أسد الوحيد اللي أسد وكونجوجيت هي اللي جابة دي قال لي يا مستر عشان تقول ان الحاجة اللي قدامك ينفع تكون أسد لازم يكون عندها عنده 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 دول ينفع يكونوا أسد الراجل ده ينفع يكون أسد لا لي ما عندوش أسد استبعدناه من قبل ما نفكر طيب تعال نشوف الراجل اللي هنا مستر الراجل اللي موجود هنا ينفع ياخد أه ينفع ياخد أسد فبالتالي لما ياخد البوستف فهيتحول يبقى هزود حطيت واحدة بوستف مع واحدة نيجاتف يتيره مع بعض فتبقى زيره طيب هل يا مستر ينفع نطلع منه اه ينفع نطلع منه فيبقى اتش واحدة وبي وفور وإتش بوستف طيب مستر أنا مشيت يبقى زود نيجاتف 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 تبقى نيجاتف تو يبقى دا ينفع يكون فالإجابة دي أنا مش هخطر أنا وإنت عارفين الإجابة من الأول بس إحنا شطبينها ليه؟ عشان إحنا بنقول كان نطها كان نط بيهيب مين اللي ما يبقاش أسد وبي فأنا عارف إن الراجل دا مش هيبقى أسد هيبقى بي بس بس إحنا بنشوف الإجابة كلها فالراجل دا حقق الأسد والبي فمش هو يطلع إتش فهيبقى سي و سري بس وإتش بوسط والله هي مشيت إتش زود واحدة عن نيجاتف تبقى نيجاتف تو يبقى الراجل دا أسد وبي ما ينفعش أختاره هاد دا ينفع زود علي إتش ينفع بدلا ما هي واحدة إتش تبقى اتنين إتش تبقى إتش توس وفو مستار واحدة بوسطف واحدة نيجاتف تبقى زيرو ينفع أخسر منه إتش آه ينفع يبقى إபட ظ وفور وإتش بوسط خسرت واحدة بوسط يبقى زود واحدة عن نيجاتف نيجاتف ونيجاتف نيجاتف توق يبقى دا ينفع يكون أسد وبي اس ما ينفعش يبقى بالتالي هامستر الوحيد الوحيد اللي ما ينفعش يكون أسد هو الإجابة بي ليه؟ ما عندوش إتشات يطلعها بس ينفع ياخد إتش فبالتالي هو ينفع يكون بي فقط مش بي واسد يبقى اللي جابه بي. عايز الووتر تكون اسد. يعني ايه الووتر تكون اسد. يعني الووتر تدونات. الووتر تبقى دونات سمع مين? تعال نحط الووتر مع الراجل الاول. ايه اللي بيحصل هنا مستر قال لي المية ايتش بوسطف و ايتش نيجاتف هنا لان ايتش سري بتاخد المية وتتحول وتكون ايتش فور بعد بالاتش. يبقى معني كان المية هنا اسد فبالتالي الاجابة ايه من قبل ما نبدأ? تعال نشوف ايتش 두 اس. ايتش سي ان. ايتش انو سري. التلاتة دول يماسطر فيهم ايتشات. وايتشات بوسطف. فالتلاتة دول يماسطر اسد من قبل ما نتكلم. فبالتالي المية لو اتحطت معاهم في اي حالة من الحالات فالمية هي اللي هتكون. الفيز اعمر المية ما هتكون الاسب. ليه ايتش سي ان اثب. ايتش انو سري اسد. ايتش كلهم اسدس. فدول كلهم هيعملوا هيطلعه تشات. الوحيد اللي مش اسد وأنا عارف اصلا من الاول ان ده ايه؟ بيز. مع هشان الميه يكون اسد يبقى التاني لازم يكون بيز. هو برونست دولوري نظريتهم ان الاسد والبيز يعني مكملين لبعض بيجو مع بعض في نفس الرياكشن. والله لو ده اسد فهو لازم يبقى عايز بيز. فوالله يا مستر لو المية هتكون اسد يبقى التاني بيز فانا عارف ان ال NH 3 بيز وعارف ان دول كلهم اسدز يبقى بالتالي لو تحط هنا المية يبقى المية هي اللي هتكون البيز وهم اسد طب فوق لا ده بيز يبقى المية اسد عايز بتاعنا تعال ان بص انا وانت مش محتاج كلام ده اسد والامونيا مش محتاجة كلام دي حتى لو انت مش عارف فلازم تعرف واحنا الكلام ده شرحينه في الحس طب اعرف منين يا مستر قال لي والله هنا تحاولت بقت معنى كان نهيه قلت يبقى ده يبقى اصد الي اتشي سري بقى اكسبت يبقى فبالتالي الاسد هنا يبقى النحى التانية الكنجو جيه العكس يبقى ده ودا يكون الاسد وحده يبقى اصد لي ايه فيش تك Resident نفس القصة. تعال نبص مع بعض الاتش تو او يا مستر اتحولت وبقت ايه? معنى كده يا مستر ان الاتشات هنا. يبقى الووتر طب هنا قال لي والله يا مستر انا عندي الاتشات بتاعتنا زادت هنا والله يا مستر كان واحدة السي دي غلط السي دي موجودة زيادة بس. انا كان عندي واحدة هنا بقواهم كام? بقواهم اتنين معنى كده يا مستر ان الاتشات يبقى والله يا مستر الاتشات هنا يبدأ 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 فالعكس الناحة التانية. الا تقول عليه اسض هنا تقول عليه هنا. الا تقول عليه هي hub here. يبقى والله يا مستر الاسد بتاعنا هو اله تو سو. يبقى الاجابة دي ودي صح. يبقى وانت استبعدنا بيه. واستبعدنا ايه. طيب تعال النشو بعد كده. مين البيز يا مستر هي من الاسد سيو سري اهي اهي غلط يبقى الاجابة دي استبعدناها يبقى الاجابة س هي الاجابة الصح طب استنى الاجابة دي كلها هي الاجابة الصح السؤال اللي بعد كده بيقول لي ازا مكتشار نايتريك اسد هيتورر شوف مكتشار بتاع نايتريك اسد هجيب النايتريك اسد اتش انو سري ووطر اتش تو الاسد بيعمل ايه? بيعمل دونات فالاتش هتمشي من هنا هتروح للوطر فالوطر هتبقى اتش سري او بوسط زائد انو سري نيجاتف يبقى المكتشار بتاعهم لازم يكون في اتش سري او بوسط وانو سري نيجاتف غلط ايوة صح طب ما دي ودي بس دي من غير تشارج بس انا اللي عندي طب مستر ليه مش حاطت من عايزك تختار ايجابة واحدة لو حطيت فكانت الايجابة دي تبقى مديني الاتنين وبيقول لي والله سالفيوريك اسد بيتفكك في الماء بالشكل ده. فين اله اس افور اهو? قدامي هنا تمام? عايز بتاعه معنى كان الراجل ده اسد. متأكد قال لي تعالى نشوف. اله تو او تحولت بات اسد. يبقى المعنى كان اله تو او بيز. هنا اله اسو فور تحولت بات اسو فور فمعنى كان دي فاللي اسد. كلام صحيح. يبقى اسد نيجاتف. تحولت وبات اسفور نيجاتف. هيبقى هوا ده بتاعه. يبقى ده يبقى συوجات البيز. بتاع اله اس افور هو يبقى الاجابة هنا تكون الاجابة. دي. بازل يا جدعان الراجل المحترم بتاعنا ده. اللي هو listen one ده. باي سالفيت انين ريكت ان ووتر از ان اسد. يبقى دي انفوتيريكة. what is the reaction of باي سالفيت از ان اسد. از ان اسد يبقى دونيتس ها. يبقى انا بدور عليها و هي بتعمل دونيت. تعال نشوف. اتش اس اوفور. اتحولت بات اتش توس اوفور. معنى كان هي اكسبت غلط. اتش اس اوفور اتحولت بات اس اس ري ثانية 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 واحدة. اه هي الاتش قلت. محلو دونيتس موافق. بس المفروض اكون اس اوفور ايه اللي خلاني اس اس ري مستر في حاجة غلط. يبقى اكيد الاجابة دي غلط. ماشي. اتش اس اوفور اتحولت بات اتش توس اوفور. يبقى والله هي اخدت اتش. اخدت اتش يبقى اكسر. غلط. اتش اس اوفور اتحولت وبقت اس اوفور. الاتش هتقلت. حلو. الاتش تو او تحولت وبقت اتش سري او. جميل. كلام كله صح. يبقى يا مستر الاجابة دي. هي الاجابة الصح. بص هنا فعلا. الاتش اس اوفور اتحولت بقت اس اوفور. بص هنا اتش اس اوفور اتحولت بقت اس او سري. كلام غير منطقي. تمام? بمعنى ايه هيدروكسايد اناين اللي هي الو اتش دي علامة البيز اي بيز في الدنيا بيكون في او اتش هو بيقول لي بقى انا عندي حاجة اسمها اتش نيجاتيف تمام بيقول لي الاتش نيجاتيف دي البيززيتي بتاعتها اعلى من البيززيتي بتاعت الو اتش يعني دي مور بيز طيب هو البيز بيعملي البيز اكتش بوستف فلو الو اتش عندها قابلية انها تاخد اتش بوستف فالاتش نيجاتيف عندها قابلية انها تاخد اتش بوستف اعلى مية مرة بمعنى ان لو الو اتش مثلا نفسها تاخد اتش بوستف مثلا بنسبة خمسين في المية فالاتش نيجاتيف عندها قابلية انها تاخد الاتش بوستف بنسبة مية في المية هو بيقول لي إن هي بتاعت الهايدرأيدي اللي هي الائتش النيجاتيب أقوى من البيزيستي بتاعت الوائتش يترق ايه اللي هيحصل لما الائتش نيجاتيب التتفعل مع المية الائتش النيجاتيب دي مافيش جدال عليها ده بيز 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 ده احنا ممكن نقول بيست بيز يعني معناه كان هي لازم اكسبت فمعنى كان ال H هتطلع من الووتر تروح لل H النيجاتف حيلو H بوستف هتروح لل H نيجاتف فبوستف ونيجاتف هيروحوا مع بعض فهيبقى أنا وإنت عندنا H2 H و H يبقى H2 زائد ال H ببرايت أو ال H2O ببرايت ب H فبقى H1 يعني بقى عندي O H نيجاتف يبقى ال H2O لو هكتبها لك بالطريقة اللي أنا بكتبها لك بيها H و O H H بوستف و H نيجاتف ال H البوستف هتطلع من هنا تروح هنا يبقى بقى عندي في الووتر O H نيجاتف و H بوستف و H نيجاتف هيتروح مع بعض و 2 H تبقى H2O يبقى الناتج بتاعنا وإنت هو H2O O H نيجاتف اللي هي الإجابة B لو سبيز لو سبيز ممكن يكون نيوتر المالكي الأو زي ما أنا وإنت درسنا ال NH3 وحكيت لك على قصة اللون بير في الحصة بتاعة الشرح هينفع يكون نيوتر لازم يكون اه ممكن يكون برضو زي يبقى معنا كده ما تقوليش هنا و ما تقوليش هنا مش لازم يكون نيوتر ممكن يكون نيوتريل او تشارجت فالاجابة تكون الاجابة سي مصفينيوترال اتم لا يا مستر مش مصفيني. اللي اي هل كل البيزيس اللي احنا بنقول عليها بيزيس عند ينفع تكون ايرينيس. لا. ليه. اول هم الـ 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 احنا بنقول عليها برانست دولوري بيز هل اقدر اقول عليها ايرينياس بيز لا يا مستر طيب هل يا مستر البيز عند برانست دولوري ينفع يكون اسد عند لويس لأ ده هم متوافقين اصلا بمعنى يا مستر متوافقين ده انا وانت بقول لك احنا بنحل اسئلة لويس سرقة بروح احل اسئلة لويس على انها برانست دولوري واللي اقول عليه بيز عند برانست دولوري بقول عليه بيز عند لويس يعني معنى كالله هتقول عليه بيز عند برونست دولوري هتقول عليه عند لويس بيز. طيب هل ينفع البيز عند برونست دولوري يبقى أسد؟ لا مهديد يبقى غباوة ما هو ما ينفعش بيز يبقى أسد أصلا. هو طالما هو بيز عند حد. انا مش موقف ان هو بيز. بس انا مش اقول ان هو أسد. تمام? زي ما انت شايف الرياكشن دي. اسرق زي ما انا هعمل بي اتش سري بقت بي اتش فور. يبقى والله يا مستر الاتش طلعت من هنا راحت هنا. الاتش تقو بقت او اتش. يبقى فعلا زي ما انا قلت لك الاتش طلعت من الووتر فالاتشات عند الووتر قال له فبقت او اتش. والاتشات عند البي اتش سري زادت فبقت بي اتش فور. يبقى معنى كان ده اكسبت. فمعنى كده ان ده بيز معنى كده ان ده دونيت فمعنى كده ان ده أسد بس انا هاخدهم بره عشان اقولك احنا كنا بنعمل ايه بيتش سري ويتش تو او لو تفتكر انت قلتلي اليتش طلعت من هنا لهنا فالراجل ده اكسبت فالراجل ده بيز وقلتلي راجل ده دونيت فالراجل ده ايه فالراجل ده أسد حلو بس ده انت بتتكلم فيه على اليتش البوستف يعني انت بتتكلم بنظرية برانستد ولوري طب السؤال بيتكلم على مين على لويس احنا سرقنا صح عرفنا الاسد والبيز اتفقنا بعد ما نعرف الاسد والبيز ابقامسح كلمة اكسبت واعكسها خليها دونيت وبقامسح كلمة دونيت اللي عند الاسد وخليها كلمة اكسبت وبقامسح كلمة ايتش بوستف وغير السهم كده وكتب مكانها وكده نكون الاجابة صحيحة من نسبة لكلمة يبقى انا وانت بنجاوب السؤال وعلى اساس ان هي ايتش بعد ما نخلص واعرف الاسد والبيز خلاص ده البيز وده الاسد بشيل كلمة دونيتس وخليها كلمة اكسبت بشيل كلمة اكسبت وخليها كلمة دونيت بشيل كلمة ايتش بوست وبخليها كلمة الامبيروف الكترون وكده انا بكون وصفت وصف ليوس مزبوط مية المية او كان عندك بقى قصة اللي انا قلتها لك بتاعت ايه دوت ستراكشور وانا ما بحبش عامله غير لما توصل تانية باذن الله فالبي ايتش سري اس بيز صح كلام جميل از الدونيتس لومبيروف الكترون كلام جميل توطر كلام جميل موافق ايتش تو او از اسد موافق از الدونيتس لومبيروف الكترون لا الاتش تو اكسبت انا كاتب تحت الاتش تو اكسبت بي ايتش سري اس از اسد لا البي ايتش سري بيز ايتش تو او از از بيز غلط الاتش تو او اسد الاجابة الوحيدة اللي صح هي الاجابة ايه واحد جاء اللي مستر ما البي ايتش سري والن اتش سري اخوات قلتلوه موافقة. يعني يعني البيتش سري والن اتش سري اللي اتنين بيتعملوا نفس المعاملة. ايه هما الموجودين? اول حاجة انا لمحتها النقط دي. النقط دي انت مستر اول مرة تعرفنا بيها كانت في حكاية لويس. يبقى احنا ممكن اول حاجة احنا بنتكلم على لويس. خلي بالك النقط هنا ايه. تمام? يبقى احنا بنتكلم على ايه? على لويس. تمام? فا والله يا مستر اه انا شايف ان اللي حصل برضو كالعيتي ان في كرة اتاخدت من هنا راحت هنا صح? اه بص. كرة دي زادت هنا. فبقى في هنا تلات كرة رماديهم واحد اتنين. تلاتة والكرة الخضرة دي كان معا حتة رمادي بقت له واحدة. اه يبقى كرة رمادي دي دي الاتش البوستف. اوه. يبقى الاتش البوستف تلعت من هنا راحت هنا اه. اخد بالك اخد ببالك ان بتاعتنا قلت? اه انا كان عندي هنا كام لون بير? اتنين. بقاهم كام? بقاهم واحدة. يبقى الراجل ده عمل دونيتسة. عمل دونيتس للون بير. واداهم فين مش عارف مش قصتك. بس هو ببرع بلون بير. وانا شايف ان في يتش بقى الكونسبت اللي موجودة عندي هما كام كونسبت اتنين يا مستر. اتنين كونسبت موجودين. النقط او هي الكونسبت بتاع لويس واللون بير حصل فيها دونيتس عشان قلت. والconcept التاني بتاع ال-H انا شايف ان ال-H بتنقلت من هنا لهنا يبقى دا ال-concept التاني اللي هو بتاع يبقى دا الجراف اللي موجود قدامي دا يوصف ممكن ان اقول ان ال-H مشيت من هنا وراحت هنا فده أسد وده بيز تمام وممكن اوصف بطريقة لويس ان اقول ان اللومبيرز قلت فده دونيتس يبقى دا ال-Base وده الأسد يبقى احنا عندنا هنا طريقتين اللي هي طريقة وطريقة لويس يبقى الإجابة دي بالماتيك أسد is almost found in all natural fats كل الفات الطبيعية known commercially as palm acid while sodium bicarbonate is known commercially as baking soda how to differentiate between بالماتيك أسد and baking soda baking soda لو تفتكر الهيه السودين بايكاربونيت كنا بنقول أن baking soda هي من ضمن البيز يعني ده بيز palm acid فده أسد أو palmitic acid اللي اتنين يعني فده أسد وده بايز هتفرع بالليتمس والله مستر مع الأسد تديني red مع البيز تديني blue كل سنة وانت طيله السؤال خلص يبس زي فرع بين أسد والبيز اللي تمسي عم فيه رأي عندي أسد وعندي بايز بيدوني سولت بيتكون من الكاتين مجي توبوسط والانين تبما تيجي نجيب السولت بتاعنا مجي توبوسط و سي إل وان نيجاتف سيزورز أحط هنا الوان والتو يبقى معنى كده أن الام جي تحتها وان ما بيتكتبش والسي إل تحتها تو مستر نيوتراليزايشن أسد بلاس بايز جيف سولت أدي السولت أهو بقي لي لإيه الووتر اللي إتش تو أو لو تفتكر كنا شرحنا الكلام ده في يونت تو أنا عايز الأسد والبيز يبقى أنا عايز بابا وماما عشان أجيب بابا وماما بعمل أنا وانت إيه كنا بنقسم الووتر لإتش بوستف أو إتش نيجاتف تمام وده البوستف وده النيجاتف كنت روح أنا وانت نكتب تحت الجزء البوستف الجزء النيجاتف بتاع الميا اللي هو أو إتش نيجاتف وتحت الجزء النيجاتف نكتب الجزء البوستف بتاع الميا اللي هو إتش بوستف ألف مبروك انت عرفت الأسد أدي إتش و سي إل عرفت البيز م جي و أو إتش هاخدهم بره انا عارف اله والسي ال فالاسد بتاعي كده بالتالي هيكون يا مستر اتش سي ال ادي الاسد فين الالم اهو والبيز يا مستر هيكون ام جي تو بوص وال او اتش وان نيجاتف سيزورز وان و تو يبقى ام جي او اتش بواي ده سؤال يعتبر ملوش علاقة قوي بيونت سري يعني بس هو ايه حاطينه عندنا عشان نفكرك وبرده طبعا الاسد والبيز هم ايه بابا اماما بتاع الجزء ده كده انا خدت نص الدرجة عشان ما عملتش بلانس عندي اتنين سي ال يبقى حط هنا اتنين عندي هنا اتش واتنين اتش اربعة يبقى انا مضطر انا وانت هنحط هنا اتنين وكده تكون الاكويشن بلانس كميكال اكويشن بقى شباب بيقول لي والله بيقول لي وات ازا نيمو في طول اكس طول اكس دي اه يا مستر يونت ون اه دي كان اسمها بيوريت ياه الزيرو عند البيوريت كان بيقى موجود فين لو تفتكر كانت الوحيدة اللي الزيرو بتاعها فوق فالزيرو يا مستر كان واغلب الناس التانية الزيرو بيكون تحته طلق لفوق عندي يا شباب اللي هو بيقول لي معاه تحت بوتاسيام هيدروكسايد بوتاسيام هيدروكسايد اللي هو كوكو فيش اي حاجة قريبين مع بعض الكي والاس او فور الكي وان بوستف والاس او فور هزحلقته على الخط بتاعها وزحلق الوان يبقى كيه تحتها كام تحتاته والاس او فور يا معلم تحتها وان زائد اتش او او اتش تو او بالانس يا مستر اتنين كي والا كي احط هنا اتنين عندي واحدة افس افور وواحدة افس افور عندي هنا كام ا اربع اتش conquest وهنا اتنين يبقى هحط هناك اتنين عايز ان نتقعينيك اكويشن بتاعت الكلام ده التو اص او فور بيتقسم ايو الرقم اللي تحتي بلانس الاية وتشارج اللي جانبي يبقى هيكون عندي اتنين اتش بوستر والاس او فور اللي بتاعتها تونيجز زائد كي ويتش بيتقسم اتنين كي بوستف. واتنين ويتش نيجاتف. كيتو سوفور بيتفكك اه يا مستر اي حاجة فيها كي تتفكك الرقم اللي تحتي بالانس اللي هي وتشارج اللي جنبي. زائد اتنين اتش تو او يا مستر. اتنين كي بوستف مع اتنين كي بوستف. اس وفور مع اس و او فور. هيبقى بقي عندي اتش بوستف. زائد اتنين او اتش نيجاتف. يديني اتش تو او. مستر ينفع البالانس. يبقى سمبليفايد فاشيلة تو مع تو مع تو. فتبقى اتش بوستف زائد او اتش نيجاتف تديني اتش تو او. يبقى ديني اتش او او. يبقى ديني اتش او ايكوشن. بايزك بروبيرتي او زا بايزك سبستنس. دونت ابير اكسبت وين زي ار present with acidic substance. يعني يعني بيقول لي ما ينفعش تقول على البيز ان هو بايز غير لما حضرتك تكون حاطت معاه اسد. what is او ار زا سيري او زا سيريز which اكسبلين او اكسبلينز زا مين النظريات? اللي ممكن تقول الكلام ده. تقول ان البيز عشان تقول عليه بايز لازم تحط معاه اسد. هل ارينيس بيقول كده? لا. ارينيس بيقول ان البيز هو عنده ويتش. حطيت له اسد فهو هيعمل ما حطت لهش اسد وحطيته في مية عادي فهو هيديك ويتش نيجاتف. فبالتالي ارينيس ما بيوفقش عن نقطة دي. طيب برانست دولوري? لأ برانست دولوري عشان اقول ان البيز بايز لازم ياخد اتش بوسطف من اسد. فلازم كده يكون في اسد عشان اقول ان في بايز. ماشي. طب لويس يا مستر قال لو عايز تقول ان اللي عندك بايز لازم يكون في اسد النحة التانية عشان البيز يطلع له اللون بير. يبقى والله يا مستر عشان اقول ان هو بايز لازم يكون في النحة التانية اسد. ده اللي اتفق عليه برانست دولوري. والله يا مستر الاسد بيطلع اتش بوسطف. الاسد البيز بيطلع لون بير اوف الكترون. يبقى الراجل ده دوناتز لون بير. لون بير اوف اوف الكترون. ثانية واحدة. لون بير اوف الكترون. ودي كده نظرية لويس. واكتب الجراف ده عندك. انه والله يا مستر الاسد يطلع اتش بوسطف والبيز ياخد هيبقى ده. حتة دي دوناتز. فوق على السهم اللي فوقه. الحتة دي اكسيبتز. الحتة دي دوناتز. والحتة دي اكسيبتز. وحط الجراف ده قدامك عشان هو اللي بيربط نظرية دولوري ونظرية لويس. يبقى لويس وبرانست الدولوري ميتفين ان لازم يكون فيه اسد عشان اقدر اقول ان اللي عندي بيز. ولازم يكون في بيز عشان اقدر اقول ان اللي عندي اسد. على عكس ايرينيس. زي اجزيستن وفيتش بوسطف اين ايه اللي ممكن يديك اتش بوسطف في حالة اكواس سيليوشن? از ايرينيس اسد? ولا برانست دولوري? ولا لويس اسد? مين الاسد اللي لازم يكون عندها صورس للاتش البوسطف? والله يا مستر ايرينيس اسد قالي الاسد عشان اقول عليه اسد لازم يكون عنده اتش. فبالتالي ايرينيس متفق على الكلام ده. يبقى اه arranواة اسد هو حاجة فيها اتش فهيديك اتش بوسطف. وده شيء طبيعي. طيب اه 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 ابرانست دولوري اسد ول�تلك اتفق اقوه مع ايرينيس في النقطة دي. قالك الاسد هو درونات اتش بوسطف. لازم يكون في اتش. فبالتالي برانست دولوري متفقين. طاب لويس لا لا لا. لويس ما جابش سيرة اتشات. لويس يبقى بالتالي لويس ما كانش مسد على الكلام ده يبقى الاسد او الحاجة اللي تديني اتش بوسطف فهي طبيعي تكون اسد تمام طيب بس اني اسد اني نوع ارينيس اسد لازم يكون فيه اتش فهي تديك اتش بوسطف لازم يكون فيه اتش عشان يعمل دونيت لكن لويس مش لازم يكون فيه اتش عادي لويس ممكن يكون اي حاجة في الدنيا بتاخد فممكن ما يبقاش عنده اتش فهمش هيعرف يديك اتش بوسطف يبقى خلي بالك ان برانستد ولوري متفقين مع الاتنين متفقين مع ارينيس في حاجة واحدة بس حاجة الاسد بس مش متفقين معه في البيز يعني هما في البيز قالو لك لأ البيز مش لازم يكون عنده اتش البيز يأكسب اتش ومتفقين مع برانستد او برانستد ولوري متفقين مع لويس في الاسد ومتفقين معه في البيز فبرانستد ولوري هي حالة وسطية ما بين ارينيس ولوس ارينيس قال ان الاسد لازم يكون عنده اتش و او اتش او البيز يبقى عنده اتش برانستد ولوري قالك الاسد لازم يكون عنده اتش فده اتفاق مع ارينيس بس قالو البيز مش لازم يكون عنده اتش لازم يأكسبت اتش بوسطف راحوا الناحة التانية على ليوس قالك يا عمي اللي هتقول عليه بياخد اتش فهو بياخد مكان الاتش لون بير فبالتالي اللي هتقول عليه اسد عندي هتقول عليه عند ليوس اسد اللي بيطلع اتش فهو بيطلع الاتش وبياخد مكانها لون بير طب واللي بيأكسبت الاتش اللي بيأكسبت الاتش بيطلع مكانها لون بير يبقى والله هتاخد اتش والله همستر تطلع لون بير طب هتستلم اتش فهتستلم الاتش يبقى طلع لي مكانها لون بير يبقى مستر والله ماشيت اتش اخدت لون بير. اخدت اتش ماشيت لون بير. فبالتالي الاسد والبيس كانوا متفقين عند لون عند و GR ولوري. يبقى BRW ولوري اتفقوا مع لو روس في كل الاسد والبيس. اتفقوا معه في الاسد بس وماتفقوش معه في البيس. يبقى بالتالي اجابة سؤال وبرانستد لوري اسد. هما الحاجات اللي لازم يكون عندهم اتش عشان يطلع اتش بوستف بس مش لازم تكون لويس اسد. complete the following which is the dissolution of hydrazine in water knowing that ان هو برانستد لوري بيز. الراجل ده بيز. فرجل ده ياخد اتش من المي. فيتحول يبقى انتو اتش فايف. مستر انا زودت اتش. يبقى بزود بوستف طب ما انا زيرو. يبقى مستر هيبقى بكون بوستف. طيب والووتر لما تماشي اتش تكون او اتش بس كده. يبقى والله انا بزود ال اتش فاواحدة بوستف ايه هتزيد معي. illustrate the behavior of اتش اف. انا عندي اتنين اتش اف اسمحلي 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 هحطهم تحت بعض. مش اتنين اتش اف لو انا حطت balance وكاتب هنا two poles دول معناهم ايه معناهم ايه معناهم كورتين ممكن احطك كورتين كه تحت بعض بس عشان اشرح لك. فانا هحط الاتنين اتش اف تحت بعض. ايه اللي حصل? قال لي والله انا شايف يا مستر ان اس بي اف سكس. يبقى انا هنا كان عندي اس بي اف فايف. اتحولت بات اس بي اف سكس. يبقى والله يا مستر الاف او في اف واحدة مشيت راحت هنا. حيو. وشايف يا مستر ان انا بقى عندي اتش تو اف معنى كده ايه. معنى ان كده مستر ان الاف خلاص مشيت من هنا. فانا بقى عندي هنا الاف اهي. وعندي هنا اتش بوستف طبعا الاف نيجاتف والاتش ايه بوستف. فالاتش هنا وقفة لوحدها. فالاتش راحت للراجل او الاتش اف اللي تحتها. فاتحولوا بقوا من اتنين اتش. فبقوا مع بعض كومباوند جديد او ايونيك كومباوند جديد اللي هو اتش تو اف. يبقى معنى كده ان الاتش اف حصل ايه يا مستر? الاتش اف اللي فوق. انا كان عندي هنا اتش اف لو تفتكر. عمل دونيتز للي تحتي. принцип الأتش اف اللي فوق دونيتز. فبالتالي هو اصد. والاتش اف المالكي للي تحت اكسبت. فبالتالي هي بيز. فالاتش اف في الریاقشن دي اكت از بوس اكت از از ا اكت از اصد اكت از ابيز. ازاي? قال لي عشان الاتش اف اللي فوق اتبرأيت بالاف. فrada عندي اتش بوستف. الاتش البوستف نزلت للاتش اف اللي تحت. فالاتش اف اللي تحت اكسب. BASE والHF اللي فوق DONATES تبقى ACID فانا عندي الHF هنا قامت بالدورين قامت بدور الACID ودور الBASE في نفس الرياكشن عشان هم اتنين ماليكيل يبقى انا عشان عندي ماليكيل الماليكيل اللي فوق طلعت الF للراجل اللي هنا ودت الH للراجل اللي تحت يبقى الH راح تحت DONATES والراجل اللي تحت ده ACID واكبر دليل ان هي بقيت H-F بقى الHATZ بقى اما الHTZ في حالة الراجل اللي تحت يبقى هنا ال-F او ال-HF act as acid and paste because it donates and accept proton H C2 O3 O2 NA positive O H negative NA positive ها 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 write the net ionic equation which represents this reaction write the net ionic equation بتاعت الرياكشن اللي موجودة والله يا مستر احنا شايفين ان اولا كده HD O C2 H3 O2 مش دي H booster فاكيد الجزء ده ايه negative واكبر دليل ان هو مكتوب النحا التانية ايه negative طب هل ده ينفع يتفكك قال لي يا ابن ما انا كتب لك تحته اكوا سوى يعني ايه اكوا الساعة ايه هيتفكك طب ولما يتفكك يبقى H booster والجزء ال negative فيبقى ال H booster والجزء ال negative اللي هو C2 H3 O2 طب انت متأكد ان هو negative ما هو كاتب لي النحا التانية negative هو زاد الن H booster هي اصلا الن H booster زاده H negative النحا التانية عندي الن H booster O2 negative زاد H2 O N A و N A C2 H3 negative C2 H3 negative باقي عندي H booster و H negative يديني H2 O وقادي النت ايونيك اكوايشن determine conjugate ال P زي عايز conjugate ال P زي بقى انا بدهار على الاسد الاسد هو اللي بيأكسب تعال ان بص N A booster فضلت N A booster فبرة اللعبة تعال ان نمسك الراجل ده كان C2 H3 O2 اتحول بقى C2 H3 O2 negative فالH انا اخسرتها من هنا ال H تقلت صح طالما ال H تقلت يبقى ده donate يبقى ده أسد صح فالأسد يبقى النحا التانية conjugate base يبقى ده conjugate base يبقى الف مبروك يا مستر conjugate base هو C2 H3 O2 negative عرفت منين ما ال H تقلت طالما ال H تقلت يبقى donate يبقى ده أسد فالنحا التانية يبقى conjugate base وال OH تحولت بقى H2 O فمعنى كان هي accept فاللي accept بيكون base فالنحا التانية يكون conjugate العكسي بيكون conjugate acid آخر سؤالة شباب أنا شايف أن الأمونيا هنا أنا عارف أصلا من غير ما تقولي يا مستر أن الأمونيا base وعارف من غير ما تقولي عشان التابول اللي أنت قديتهوني أن كده كده هو أسد بس لأ عايز أقولك بطريقة تانية أنا شايف أن هنا الراجل ده عنده بعد كده أنا شايف أن في بوند تكونت هنا فالبوند اللي كوينت هنا دي كوينت بسبب اللون بير بس اللون بير طالع من عند مين من عند الـ NH3 يبقى الراجل ده donate اتبرع باللون بير ما هو ما فيش لون بير هنا يبقى الراجل ده ببرع طب هتروح فين هتروح للـ PF3 يبقى الراجل ده accept يبقى ده مستر أو base عميات أنا عشان هو محددش نظرية والراجل ده مستر أسد عشان هو accept ولو أنت أسهلك بكتير فأنا عارف أن الأمونيا base فاللي عكسها أو اللي جنبها يكون إيه اللي جنبها يكون أسد وده أكبر دليل أن نظرية ونظرية الـ base بيكون جنبه أسد والأسد بيكون جنبه فأنت لو قلت أن الأمونيا base يبقى اللي جنبها أسد ولأ قلت أن يبقى اللي جنبه الأمونيا base وبكده يا شباب نكون خلصنا وستنوا الفيديو بتاع المراجعة اللي فيه التفاصيل بتاعت المراجعة كلها هينزل على يوتيوب عشان تعرف احنا هنعمل ازاي الفترة الجاية وآخر حاجة حيوة بقولها لكم إن إحنا عندنا كل حصة بتنزل يوم الجمعة إحنا لأ الأسبوع ده هننزل حصة يوم الثلاث والحصة الأخيرة هتكون يوم الجمعة إحنا هنخلص المنهج بإذن الله يوم الجمعة الجاي شوفوا شوكم على خير يا شباب باي باي